برحبا حضرتكم مرة تانية ومنذ دعا سيد الرئيس إلى حوار وطني في إفطار الأسرة المصرية وكأنه يعلن أن هذه الضيوف الموجودين هما المدعوين أيضا للحوار الوطني وده عمل حراك كبير جدا في الفترة الأخيرة حراك سياسي حراك حوار شفنا الأحزاب بدأت تظهر شفنا المعارضة بدأت تتحدث شفنا حوار حقيقي واضح لسه مجتمعي لم تبين ملامحه اللي هتظهر في الحوار الرسمي للدولة وأتمنى أن نكون ده قريبا إن شاء الله خلينا أقول لكم اللي حاصل دلوقتي ما بين أنه سيكون حوار شامل أم حوار سياسي فقط خلينا نعرف أكتر عن الفرق والأهمية ما بين الاثنين من دكتورة غادة جابر الكاتبة والبحثة في العلوم السياسية مساء خير دكتورة غادة وسائل نوريا فاندم وأهلا بحضرتك وكل جمهور نسائل منورونا النهاردة وخليني أعرف من حضرتك هناك خلافات بين القوى السياسية عن ما يريد حوار سياسي فقط وحوار اقتصادي أيضا شامل حضرتك شايفة ماذا نحتاجه بالفعل الفترة القادمة لا بالطبع نحو جمهورية جديدة كما دعا سيادة الرئيس وكما نشاهد يوميا ما تشهده الدولة المصرية من تطور وتنمية وفي شتى المجالات سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية فالحوار السياسي والحوار الوطني يعني لم يكن هدفه السياسي فقط بل هو بيشمل أربع محاور اجتماعي وسياسي واقتصادي وحقوق وحريات وطبعا حقوق الإنسان ويعني هذه المجالات التي اهتم بها السيادة الرئيس في الفترة الأخيرة وأطلق على الأعوام الماضية كل عام باسمه نحو جمهورية جديدة بتشهد طفرة في عمل المجتمع المدلني وطبعا الأحزاب السياسية فهو يعني لم يكن حوار سياسي فقط بل سيشمل جميع المحاور التي تخص الدولة المصرية خلينا سأل حضرتك على الحراك اللي حاصل الفترة الأخيرة وتقييم حضرتك ليه شفنا مثلا سسحا دين صباحي في لقاء وهو منذ ست سنوات لم يظهر على قنوات التصرحات الجريئة اللي قام بيها وانتقادر الدولة وبعد السياسات النوع ده من الحوارات والحراك شايفا كيف يثري السياسة المصرية في فترة القادمة يعني كما شاهدنا الدعوة كانت من سيادة الرئيس على مائدة إثار الأسرة المصرية في شهر رمضان الكريم وكانت بعد أن شاهد هذا الشهر كثير من الاحتفالات الحقيقة التي شاهدتها دولة المصرية من شهر رمضان المعظم أو أعياد الميلاد أو العديد من الأعياد التي شاهدها الشهر رمضان فكانت دعوة الرئيس واضحة أنه دعوة للم الشم ودعوة لوجود جميع الفئات وجميع أرطيات الشعب المصري دون تفرقة وكان العنوان الرئيس لهذا الحوار أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن فأعتقد أن الدعوة لهذا الحوار هي دعوة للم الشم ودعوة لإعادة الحراق السياسي بشتى مجالاته وأنحاءه المعارض وأهلا به والمؤيد أهلا به فالدولة المصرية بتتسع للجميع كما دعوة سيادة الرئيس موقف حمدين صباحي أو موقف غيره من أنا أخدته كمثال فقط نعم وأنا أيضا أطرحه كمثال كما حدثت بكرتي وغيره وجدنا ليس هو فقط بل شخصيات متعددة كانت موجودة في مئدة الإفطار وتجمعت كل هذه الأطراف على أنهم واطنون مصريون وفي الآخر سوف تكون هذه الأراء المختلفة لا تفسد للوطن قضية في الآخر كلنا مصريين وكلنا بنذهب لمصلحة هذا الوطن مهما اختلفة الأراء خلينا أسأل حضرتك على دور الأحزاب في هذا التوقيت وأهمية أن يشعر بهم الشرع المصري بعد غاب سنوات لعدم مشعور بهم أساسا هل ممكن يكونوا أكتر دكاء والتقاط الفرصة للتواجد بشكل قوي مؤثر في هذا التوقيت الدكتورة؟ طبعا بالطبع هذه الدعوة للحوار الوطني جعلت الحزاب السياسية في حراق سياسي لم نشهده منذ سنوات طويلة كل حزب بيحاول يقدم ما لديه من أوراق بتشمل العديد من الملفات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى العلاقات الدولية الكثير من العلاقات والكثير من الملفات التي تهم الشأن الداخلي والخارجي للدولة المصرية أعتقد أن هذه فرصة ذهبية أن تعود الأحزاب السياسية بقوة أن تجتمع هذه الأحزاب على مصلحة الوطن وأن تقدم أوراق هادفة وأن تقدم نقاط محددة من أجل تنفيذها لصالح الوطن ولصالح المواطن المصري وهذا الحراق سوف يزعل المواطن المصري عنده شغف أنه يعود مرة أخرى للحياة السياسية وأن يحدث حراق وانتعاش سياسي حتى في الشرع المصري يعني بعد الدعوة للحوار الوطني وجدنا جميع فئات المجتمع حتى من لم يكن مشترك في أي حزب بيتحدث عن الحوار الوطني بيتكلم في السياسة العامة بيتكلم في السياسة الداخلية والخارجية التي تخص الدولة بيتكلم في الإفصاد بيتكلم في الاجتماع يعني كل فئات الشعب المصري فعلا يتبقى تتحدث عن الحوار الوطني كلهم يراه من منظوره وهذه فرصة ذهبية بالفعل كما ذكرت سياسك للأحزاب السياسية أن تثبت وجودها وأن تعود إلى الشارع المصري وأن يعود الثقة ما بين المواطن ما بين الأحزاب السياسية أن تقدم رؤى واضحة أن تقدم أهداف واضحة تقول لصالح المواطن المصري وتقول لصالح الدولة المصرية خليني أقول لحضرتك يمكن من بعض الأطرحات اللي بنسمعها من بعض الشخصيات وخاصة الشخصيات اللي كانت معارضة منهم خارج مصر ومنهم الموجود داخل مصر الآن بعض التصريحات المستفزة باتت مستفزة للشعب المصري حضرتك شايفة ده ممكن يبقى محفز للمواطن وشايف أن الحوار ده هيبقى أفضل ولا لأ ده للصالح العام نحن نسمعهم ونفلتر لأن الناس دي تقريبا تفكيرهم ما بيتغيرش يا دكتور يعني دور الإعلام بقى المعادي والإعلام يعني دائما هناك منصات أنا بشكرك لأنك التقطي الفكرة بدون الإشارة لها بشكرك بالطبع يعني هناك منصات وقنوات وطبعا السوشيال ميديا والقناة القضائية والأقمار الصناعية المسلوحة طول الوقت يعني لم تجعل مخرج لوجود الحقيقة وحدها على الساحة بالبالعكس يعني كل ما لديه أطروحة أو كلام أو أجزوجة بيقولها في منتهى التلاقة ومنتهى الحرية بحدش بيقدر يمنعه لكن إحنا دورنا كإعلام مصري وكشعب وواعي ومثقف أنه واجه هذه العداءات بقوة بالطبيعي يعني الدولة المصرية في تقدم ودائما بتترك هذه الأقويل ولا تلتفت إليها يعني منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيط منذ ثماني سنوات وهذه القنوات قنوات الشر قنوات المعادية للوطن بتعمل دائما على بس الشائعات وبس التشكيك في مؤسسات الدولة ده الواحده نوع من أنواع الإرهاب فأعتقد أن الشعب المصري أصبح لديه الوعي الكافي خاصة بعد أن شاهد أن الدولة المصرية بتخطو خطة ثابتة والقيادة المصرية بتخطو خطة ثابتة نحو تنمية نحو جمهورية جديدة كما أطلق سيدة الرئيس فهذه الشائعات المفروض أن احنا كمواطنين مصريين لا نلتفت إليها وبالعكس نعمل على المحارب ثابتها وهذا الحوار الوطني سوف يسري أكتر من الحياة السياسية وسوف يسري أكتر من انتميز المواطن المصري إلى هذا البلد البلد العريق الذي يريد قوى الشر أن ينال بها لكن الحقيقة لن ينال بها أبدا مهما حاولوا لأن مصر أم دكتورة يهمني كمان أنا أعرف أتمنى تكوني سمعيني يعني ردود الفعل رد فعل حضرتك وتقديرك لردود الفعل العالمية على والعربية أيضا على هذا الحوار وانعكاسه على صورة مصر في الخارج هل حضرتك لسه معي دكتورة؟ خليني أقول لكم احنا بنحاول نتواصل مع الدكتورة بس خليني بما أني بتكلم على الحوار من ضمن الحاجات اللي بسمعها بما أن الدكتورة تكلمت على الإعلام المعادي وقوى الشر اللي طول الوقت بتحاول تهدم أي إيجابية بنتكلم عنها وخاصة أن الحوار الوطني يأخذنا إلى جمهورية جديدة متكاملة على كل المستويات فكرة أن مصر عملت الحوار الوطني أو دعت الحوار الوطني تحت ضغوط خارجية هل ده شيء لا يعقل؟ يعني خلينا أقول أكامل بس فكرتي فكرة أن لم يضغط علينا من 2014 إلى 2020 واللي كانت مصر فيها يمكن أكثر ضعفا من الآن واللي إحنا فيه الاستقرار فهل يجوز أن نتم الضغط علينا وإحنا في وضعنا المستقر ده دكتورة حضرتك سمعيني؟ أنا يعني قلت أستغل وجود حضرتك أن أنا أكمل يعني تفضلي سمع حضرتك أصلي كان من ضمن الحاجات اللي بيشار لنا أنه تم الضغط دوليا على مصر اللي يكون هذا الحوار بما أننا من 2014 إلى 2020 كنا أكثر ضعفا من ما فيه الآن بالطبع يعني أين الضغط الدولية على مصر يعني جميعنا نرى المشهد الدولي المشهد الدولي في وهن وفي هزل ومصر يوم بعد يوم بتزدق قوتها وثبات خطاها نحو كنية نحو الجمهورية الجديدة أعتقد ليس هناك أي ضغوط دولية بل بالعكس يعني عندما تحدث الغرب عن حقوق الإنسان في مصر مصر من أولى الدول التي تراعي حقوق الإنسان مصر من أولى الدول التي تراعي المقيمين داخل مصر من أنحاء الدول المختلفة العربية والشفيقة وغيرها يعني مصر أولى الدول التي تراعي حقوق الإنسان فليس هناك ضغوط دولية بل بالعكس العالم جميعهم متأهب اقتصادين وسياسيا خصوصا بعد هذه الحروب التي تقام في الغرب ليست هناك ضغوط دولية بل بالعكس القيادة السياسية هي دائما من توجه وتقوم نحو تنمية ونحو خطة جديدة لتثبت وتوطد العلاقة بين هذا الشعب وقادة السياسية وعشان كل يوم نعرف ان قد ايه هذه القيادة تعمل من اجل المواطن المواطفي وتعمل دائما على راحته وعلى كذب ثقته وعلى بالعكس على ان هي تسمع افكار وان هي تبلور هذه الافكار على شكل اطار ربما يكون قانوني ربما يكون الزامي يعني اكتماعي يكون في اطار في نهاية هذا الحوار يفيد كل فئات المجتمع المصر دكتورة خلينا سأل حضرتك هل ممكن يحدث عرقيل او تعطيل لقامة هذا الحوار في الفترة القادمة ان شاء الله مش يحصل اي تعطيل او تعطيل طيب خلينا سأل هل سيكون في محاولات المحاولات فا اما بالفعل طيما ذكرت حضرتك من شوية ان فيه قنوات معادية وفيه بس حقيقي من مختلف المنصات بتعادي هذا الحوار الوطني السلمي الامن الذي بيزيد من تلاحم هذا الوطن لان الحوار الوطني ده بيؤدي الى تلاحم وإلى يعني طلاق ما بين فئات المجتمع وده احنا بنعصر فعلا بنشوفه كل يوم كل يوم الناس بتتكلم وبتتقابل وهناك مجتمعات وهناك حوارات ولقاءات ومؤتمرات يوميا يوميا هناك مؤتمرات ولقاءات وحوارات ومؤتمرات صحفية الحوار المجتمعي مهم يا دكتورة؟ طبعا بالطبع خاصة نحن في عام المجتمع المدني كما قبل بتيادة الرئيس نحن في عام المجتمع المدني والحوار المجتمعي مهم جدا جدا سواء من خلال الجامعات الاهلية من خلال الجامعات المختلفة التي بتقوم بدور المجتمع المدني بجانب الأحزاب السياسية فأعتقد أنه دورهم مهم جدا جدا والعراكل بالفعل المستمرة لكن كلنا ثقة في هذا الشعب المحب لبلده هذا الشعب الذي يؤمن بدور هذا البلد القوي التاريخي وعنده ثقة في المؤسسات المصرية وعنده ثقة في فكادة السياسية وكلنا ثقة بإذن الله أن هذا الحوار الوطني سوف يؤتي سمواره بكل ما يرضي كل كاءات الشعب المصر دكتورة غادلة وقلت لحضرتك كباحثة في العلوم السياسية وكاتبة خليني أسأل حضرتك نصحتك لمن سيضع للحوار وشايف همين الأفراد أو الأطراف اللي مفروض تكون داخل هذا الحوار حتى نكون حرصين على نجاح الحوار ووصوله للهدف الأساسي وهو الجمهورية الجديدة بالشكل الصحي وسليم في المرتبة الأولى كما واجه سيادة الرئيس أن مصر وطن يتسع للجميع لا نستطيع الجزم بأن هناك أطراف بعينها أو هناك مؤسسة بعينها هي لك تقود هذا الحوار الوطني بل بالعكس بندعو الجميع أن يكون بالمشاركة الأكاديمية الوطنية للتضييب أطلقت المواقع الإلكترونيلي لكي يقوم الجميع بالتسجيل في هذه المواقع من لديه فكرة من لديه رؤية فيقوم بترحيها يقوم بمنقشتها يحاول أن بالفعل يوصلها للأكاديمية الوطنية للتضييب وبالتالي هي بتقوم بدورها برق عزيم ملفات إلى سيدة رئيس الجمهورية بنفسه كما هو أوصى بذلك فجميع الأطراف لديها الحق أن تشارك في هذا الحوار الوطني جميع النقاط مطروحة سياسية اقتصادية اجتماعية حقوقية نريد مجتمع جديد آمن نريد مجتمع زو فكر مستنير متنوع ومختلف لكي نحقق فعلا مقولة سيادة الرئيس أنه وطن يتسع للجميع والخلاف في الرأي لا يفسد أبدا للوطن قضية الأولوية ستكون بالفعل أكيد للشباب وأيضا للرجال والسيدات والفتيات ولكن نريد طرح رؤى جديدة طرح أفكار بنائة بتأخذ هذا الوطن نحو تنمية حقيقية مسلمة تريد القيادة السياسية ومسلمة تريد وتسير الدولة المصرية على خطأ ثابتة كما نرى جميعا دكتورة غادة تحيات لحضرتك بشكرك على هذا الحوار الهام والساري في هذا التوقيت أيضا الهام بشكرك دكتورة غادة جابر الكاتبة والبحثة في العلم المنحسي شرفتين ونورتين خليني مع حضراتكم وأنا عارفة نص الجمهور بتاعنا مش موجودة النهاردة لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا واللي انتهى الشرط الأول الآن بالتعادل السلبي وخلينا أقول أنه تأخر بداية المباراة 36 دقيقة بسبب الجمهور ودي حاجة غريبة شوية على المشجعين الأوروبيين يمكن يتعادوا من الأهل والزمالك المصريين فدي حاجة جيدة انتهى الشرط الأول وإحنا الآن في الاستراحة بالتعادل السلبي كل تمنياتنا طبعا لابننا صلاح اللي خلى كل مصر بقت بتتابع الكرة الدولية كان فيه بعض بيتابع لكن قال أعتقد المتابعة والاهتمام بالكرة العالمية بقى أكتر كتير بشكركم ونتمنى أن تكون الرياضة دائما جامعا لنا مش مفرق بشكركم تصبحوا على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر